صباح الخير او متقى الخير يا برج العقرب القراءة العطي. قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الفاتر. طاقتك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل. اه بعد كده. اه. انت خارج من علاقة. بالضبط. خارج من علاقة. وممكن تكون في حد مقدم لك عرض وانت بتقول له لأ. ولو سمحت انا مش عايز عرضك ده لان انا يعني الابس. انا انا مش اي حد. ممكن يكون العرض ده مسلا عرض ما يلقش بيك او ممكن تكونك تعلاقة قديمة وحد بيحاول يرجع يعني العلاقة مرة تانية. وانت رافض كماما الصلح وبتقول لأ شكرا كده اكتفيت. طيب مش عارش شريك ايه ومشاعرك ايه? واو. دي الحرب صح? احنا هنبدأ حرب. برج العرب هيخش في الحرب دلوقتي. شايفك ازاي? انت شايف ازاي? شايف العلاقة دي ممكن تروح على الثاني والمصيحة. طيب مبدأين كده يا برج العرب انت آآ نبدأ بالمشاعرك اللي مشاعره عموما اللي اتنين هيموتوا بعض. يعني وصيبناهم كده شوية هيموتوا بعض. وذين نعمل حاجز كده. في حرب هتقول. آآ شخصية آآ مغرورة. واحيانا بتبقى مش احيانا. غالبا بتبقى شخصية برده. وبتعامل الناس باستعلق. ودايما دايما دايما تحب تماشي كلمتها على قدامها. من الاخر كده من سيطرة. وممكن تكون تحب تماشي اللي معها على مزاجها. يعني كلمتي انا اللي هتتنفس. بكل بساطة. وآآ ما عنداش حاجة اسمها آآ مثلا حاجة تمشي مش على مزاجها. مثلا علاقة مثلا تخرج ما هي اللي تخرج. شتر اللي قدامها اللي يمشي. بكل بساطة. آآ ممكن تكون آآ بيظهر كده ولكن بداخله شيء اخر. ولكن فيه اظهر ان مشاعره حاليا. آآ هو زي ما يكون انا مش عايز اقولها من دلوقتي. ولكن الشخص ده ممكن يكون مقدم لك عرضه مصلحة. آآ واثق من نفسه قوي انك هترجع له. عشان كده الواحد بيقدم عرضه مصلحة بالشكل ده. يبقى ده شخص ضامن الشخص اللي قدام وضامن ان هو مسلا هيرجع. هو بس بيعمل الحركات دي وهيرجع. ليه بقى بقول لك كده? لان انت الامبرس. آآ سوري. ايه? الامبرس ايه? الامبرس. وبرضو هنا. ده انت ايه ده? ده انت فانت فوق. واحنا تحت يا اخي. انت مصدر لوش ان ده قرار للاخير وهمشي يعني همشي. الشخص ده يسيطر عليك. بيقول لك تمشي تروح فين? انت بتاعي. بتقول له انا تعبتي وتقول لك مش حاجة ما تعبت. لما انا اتقرر تمشي انا همشيت. فانت بتقول له لأ. انا خلاص. مودت كل حاجة بداخلي اتجاهك. خلاص انا انا ماشي بجدد. انا مش بغزر. انا مش بلعب معيك عشان اقول لك كده انا مش بغزر انا همشي. ويوم همشي مش هرجع تاقي. من الاخر. على فكرة ممكن تكون كمان دي طاقتو. خلي بالك. ممكن تكون دي طاقتو. ما بقول لك هو واسك من نفسه. وعتبرنا دي طاقتو هو واسك من نفسه قوي. زي ما يكون بيتفرج عليك. وانت وانت ماشي. يا مسلا مسلا. مسلا. انت بتقول له انا عمشي. وهروح اتجوز. وهشوف حياتي. فهو ايه كده يقول لك? وريني بقى تعمل ايه? اه يا خوية كل مرة تقول الكلمتين دول. وبترجع عادي وفيش حاجة. هو بيقول كده. ممكن تكون انت تعملت معه بسهولة في الاول. هو شايفك بقى شايفك عشان اقول لك بس بيقول لك شايفك ان انت اي كلام? شايف ان انت شخص بتقول كلام آآ ما انتش قده. وانك آآ مش بتهزي بالكلام ولكن بتقول كلام عبيض. آآ يعني عايزة اجيبه لك ازاي? لما بتزعل من حد. بتطلع اللي جواك وخلاص. يعني مسلا لما تقول له انا ماشي يبقى ده انت بتهدده. مسلا. او انت بتقول الكلام ده بس عشان ايه? عشان يلقي تلفت انتباهه عشان يرجع لك مرة تانية. هو شايفك كده. شايفك ان انت طفل. طفل في كلامك. آآ بتهدده على طول بنتك. ماشي وما بتمشيش. انت شخص عادي. اللي هو ما انا تعودت عليك. اللي هو مسلا في اخر كل مكلمة طب والله العظيم انا مكلمك تاني. تمام? الصبح تصحي الصبح تقول له ازاي كعمل ايه? هيا فترته ولا لسه? عشان كده هو وصل جدا. وصل جدا من مشاعر. خلاص? انا ضمنتك. عايزة ايه اكتر من كده? انا ضمن ان انا هروح ايجي هلاقيك. بمعنى اضطي يعني. انت شايفه بانه عايزة اجده لك ازاي برضو. اتاكد برضو من حاجة. ممكن تكون انت شايفه ان هو ممكن تكون اه انت شايف ان هو ايو ايو. بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه او. وقدت له فرص كتير جدا. وشايف ان هو خلات انت تمشي من هزي العلاقة. انت شايف ان هو كان استقرار. كان العلاقة دي كان فيها استقرار. خليك متعلق معاه في علاقة اه والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالزبط كده. الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير. ويسيبك بقى متعلق لانت عارف. تروح يمين ولا تروحش معك. طب انا مسلا هتخطبني اخر السنة ومش تخطبني. طب انت راح تشوف عروسة ليه اما انا معاك. كده. فخلاك مش مش عارف هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فيها استقرار. بكل بساطة. خلاك متحير. خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل. في ايه? انا متعلق في العلاقة دي ليه? بالزبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله. وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوف كده بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه. وتفكر بقى تفضل تفكر بقى. وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن. او ان هو اه ممكن يكون الشخص ده. اتكز معايا بقى. رحل لعلاقة تانية وسابك. متعلق في ذكريات القديمة. وانت خدت القرار ان انت تمشي وتسيبه. هيباوي بقى مش انت رحت العلاقة تانية. بالزبط كده. مش انت رحت مش انت رحت اتجاوزت ممكن يكون شخص ده اتجاوز او خطط. بالزبط كده. شخص ده اتجاوز او خطط. او ارتبط الحد تاني. قلت له ايه ده? يا نهرك ازرق. انت رحت ارتبطت اتجاوزت وانا موجودة. اما انا بحبب معك ايه? طب بص يا عام. في ستين داعي. يلا يا عام. وكررت تمشي. لانه بيسيبك متعلق. ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعة. بتقول كلام في الهوى. واو ايه هاتش. وهتقول هرجع بس مش هتري تسيبني. انت بتحبني. بالزبط. انت متعلق فيه. لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. هيرجع تاني يقدم لك مش عرض كبير. هو عرض اه مش عايز اقول عبيض. بس هو عرض كده اللي هو ايه? ازايك عاملة ايه? يسدتي مفيش حاجة او بتاع. انا بحبك انت. انت اللي في القلب. الشخص ده وانا هتاكن بالوقت. اه الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك. يروح يعمل علاقة مع طرف تاني. كاملة بقى اللي هو هتجوز وهخطب. ويجي وقال لك والله بحبك. والله ما فيه غيرك في قلب. اه. بس. الشخص ده زي ما قلت لك. الشخص ده هو اه عارف ان انت بتحبه. بتحبه قوي. وان انت من غيره بتبقى حالتك كده. تعبان. وانت فعلا بتبقى كده. لما بيسيبك ويمشي. بتبقى مش عارف تاني. وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي. وعارف انه لما يجي يقدمه عارضة هتقبله. ودايما دايما دايما دايما. بيجري. بيجري منك. بيخرج من العلاقة وييجي تاني. بيخرج من العلاقة ويجي تاني. ويقفش على مشاعره كده. وميتدكش منه الحجم. اهو. شخص ما بيبانش مشاعره قصة. بارد. شخص بارد. شخص ده شخص بارد. يتعامل ببرود. يتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة. بخيلة معينة. يجي يقول لك اه ازايك? والله ما حصلش حاجة يعني. انا بس يعني عيني زاغت كده على حد. وروح تشوفه. لكن هو عرض مش كبير. وممكن يكون كلامه مش صادق. وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. شخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق. وبيرجع على هذا الاساس. بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صح كده. بالزبط. بالزبط. بص يا برج العرض. انت لما يجي لك بالعرض ده. انت هتشعر هتشعر. بان آآ كاس الحب اللي هو مقدمه ده. فيه خداعة. بالزبط. زي اللي ان قلته لك كده. هتشعر بان كاس الحب ده وهمي. انت كدهب. انت شخص كدهب. تبتضحك علي. انت بتروح تاني للعلاقات تانية وتجي لي وقت ما العلاقات تانية دي تفشل. او لما تزهق من مراتك. ترجع تكلمني بس انا مش حاسك بتقل ان انت قاتل عليه. عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كدهب. هتعمل ايه بقى? هتلف وشك الناحية التانية وهتعاند وهتفضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهي لوحده يا يخلص بقى خالص. بس ده اللي انت هتعمله. لكن انت مش هتبصله. مش هتبصل مع عرض ده. خالص نهائي. انت عارف ان في خدافل في الليلة دي كلها. شخص ده بيجي وقت ما يحب? بيجي وقت ما يحب. بيجي للغرض. ايه هو? الله هو اعلم. الله هو اعلم. ممكن تكون يعني شخص متزوج. ممكن يكون شخص متزوج. يعني احنا عندنا هنا. اه عندنا. لو انت راجل فهي متزوجة. اوكي? ووقت لما تزعل من جزء بتروح ما يكلمك. بتقول لك انا بحبك وحش تيمي. وانت بقى بتروح انا كمان متاع. فانت خلاص ذهبت. هي يا عم ده. عملت كل شوية تجيت تقدم لي عرض عبيد طوية. ده واحد بيجي يهزر على فكرة. لعلمك. ده واحد بيجي يهزر. عرض مش يبيه ده. كباية فيها سمكة. الواحد جاي يهزر. انت جا تهزر. فهتقول له لا يا عم شكرا. وتنتظر الى ان المضوع يمشي بقى مع نفسه. ينتقي مع نفسه. وانت معينت. هتعيند على فترة. هتعيند ده تبصه قدام. وعارف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع. العلاقة اه هو شايفها بينكم ازاي شايفها التور اوف ساردس. اوكي. او ممكن تروح بيكو على حين. اه العلاقة دي فيها وجع قلب. وفيها اه 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 فيها وجع قلب. فيه طرف وجع التاني. وفيها طرف تالت على فكرة. فيها طرف تالت. لا محال. وهو بيجي عندك يتشافى. الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر. ويهرب. هو بيعتبرك ان انت الهروب الملجأ بتاعه. بالزبط. انا لما حب اهرب اروح مسلا عند فلان. لما حب اهرب من جزء ومشاكل لديه العلاقة اروح اهرب عند مسلا فلان. مسلا. فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالت وهو محتار. هو محتار على فكرة. هو مش عارف مش عارف ياخد حاجة. وهو عايز يخلص من حاجة. في حاجة وعايز يخلص منها. بس هي فيها وجع قلب. العلاقة دي فيها وجع. فيها وجع قلبي كل الاطراف. كل الاطراف. انت شايفها علاقة خسرانة. ملهاش امل. بايزة. من كل النواحي بايزة. علاقة ما فيش اصلا. ما فيش امل في العلاقة كلها. شايفها ان فيها خداع. خداع. انت كنت بتقول لي بحبك انت كتبت. شخص خدعتني. كان فيه طرف تالت. فيه طرف تالتها فيه طرف تالتها. سواء اكتشفته او انت عارفة بقى ان فيه طرف تالتها عارفة ان ليه زوجة وكان بيقول لك مسلا هطلقها. ما طلقها اوش. ولا حاجة ولا انتش. فيها خداع. نصحتك. ايه بيعيد الشخص ده عنك? ايه بيعيد الشخص ده عنك يا برج العقل? شخص ده هاجي لك. هاجي لك يقول لك اه واحش تاني. عامل ايه? ايوة. علاقة سلسية. اخر قد. علاقة سلسية. الشخص ده مش هيسيب الطرف التالت لو قال لك انه هيسيبه مش هيسيبه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة مليانة طاعنا في الظهر. مليانة خيانات. والاخر. بيقول لك امشي. تقدم للامان. انت مقزم نفسك. انت انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطبت نفسك في الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا هبقى معالي ان ما كامش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لأ. ما بنتسلىش. وانت في مداية الطريقة هون خلاص? امشي بقى. سيب بقى امها خالص. دافع. بعيد وقل لهش امشي. لك دي ازيتك جامد. ازيتك نفسيا ان لو استمرت فيها هتبقى كده. مش هتبقى العلاقة خسرانة. العلاقة خسرانة. بالطول بالعرضة خسرانة. الشخص ده بيجذب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص آآ بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه بافعاله. بيدخل بقى بالدور وانجلوا المانجلوا الحاجة الدولة. لكن هو في قرارة نفسه مش ناوي على حاجة. مش ناوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية طاعة الهلاقة دي ايه? شهر تمانية. بورقة ما دي يخرج من نهاية جواز. اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد الورقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفقل. امشي انهي الماضي العلاقة دي اكس. اقفل. جاي لك عرض جواز. مباشرة. وحد بيحبك او. بالاخر. ممكن يكون الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ شخص يعني مش عايز اقول لك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. مش هيقدر اصلا نجي لك. ومش هيقدر نفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس فيه طرف ثالث في العلاقة. ما كنت تكون انت مش عايز. جي لك عرض جديد. عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيتحك عليك. قدم لك عرض ارفض. امشي. سيب الكوبايات. سيب له الكوبايات كلها. عادي كان كنا مسلا معافي علاقة وكنا بنحب واو مش مشكلة. العلاقة دي بايخة. انت جاي لك الاربع عصيان كله. باق بواخة. بيه بواخة? الاخر. شخص ده بيت معلقك معاه. معلقك معاه. يروح يروح يستقر في حتة تانية وتزوج ممكن. وده متأكده منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامش الليل. معلقك. وهضمك. ضمك. ليه برج العقل? طب وعلاقي يا حبيبي. ضمني? ضمني ايه ده? تتضمي في عينك. ضمني في عينك. ضمني في ايه? لا يا عم انا مشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت واخده جده. كمل بقى. كمل عشان. عشان في حاجات حلوة جاية هي. يلا يا عم. مفروق. يا رب يا برج العرب تكون القراءة عجبتكم. وان شاء الله هيبقى فيه قراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الوحد وفيها كل الافراق. عشان المفاصيلين ياخدوا حقا. شكرا جدا لبرج العرب.